دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس العاشر حامد من أنت؟ محمد أنا طالب بالجامعة حامد أأنت طالب جديد؟ محمد نعم أنا طالب جديد حامد من أين أنت؟ محمد أنا من الهندي حامد ما اسمك؟ محمد اسمي محمد حامد ومن هذا الفتى الذي معك؟ محمد هو زميلي حامد أهو أيضا من الهندي؟ محمد لا هو من الياباني حامد ما اسمه؟ محمد اسمه حمزة حامد ما لغتك يا محمد؟ محمد لغة الأردية حامد أهي لغة سهلة؟ محمد نعم هي لغة سهلة حامد وحمزة ما لغته؟ محمد لغته اليابانية وهي لغة صعبة اللغة اليابانية حامد أين أبوك يا محمد؟ محمد أبي في الكويت هو طبيب شهير حامد وأين أمك؟ محمد هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك حامد أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ محمد نعم ذهبت حامد وزميلك أين أبوه؟ محمد أبوه في الياباني هو تاجر كبير حامد ألك أخ يا محمد؟ محمد نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس حامد أعندك سيارة يا أخي؟ محمد لا ما عندي سيارة عندي دراجة حمزة عنده سيارة تمارين أجب عن الأسئلة الآتية ما اسمك؟ من أين أنت؟ ما لغتك؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ ألك أخ؟ ألك أخت؟ أعندك سيارة؟ أعندك دراجة؟ أعندك قلم؟ أعندك دفتر؟ أأبوك تاجر؟ من أين محمد؟ ما لغته؟ أين أبوه؟ أين أمه؟ من أين حمزة؟ ما لغته؟ أين أبوه؟ أين زينب؟ أين زوجها؟ أزوجها مدرس؟ ضعف الفراغ فيما يلي الضمير الضمير ها هذه البنت طالبة اسم زينب محمد طبيب وابن مهندس هذا الرجل تاجر كبير إسم عبد الله آمينة في الغرفة وأم في المطبخ عائشة طبيبة وأخت ممرضة خَرَجَ مُحَمَّدٌ مِنَ الْفَصْلِ وَخَرَجَ مَعَهُ زَمِيلُ هَاتِ خَمْسَةَ أَسْئِلَةٍ وَأَجْوِبَةٍ كَالْمِثَالِ الْآتِ أَعِنْدَكَ قَلَمٌ نَعَمْ عِنْدِي قَلَمٌ هَاتِ خَمْسَةَ أَسْئِلَةٍ وَأَجْوِبَةٍ كَالْمِثَالِ الْآتِ أَعِنْدَكَ قَلَمٌ لَا ما عِنْدِي قَلَمٌ تَأَمَّلْ مَا يَلِي بَيْتٌ بَيْتِ بَيْتُكَ بَيْتُهُ بَيْتُهَا أَضِفِ الْأَسْمَاءَ الْآتِيَةَ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي الْمِثَالِ قَلَمٌ هَذَا قَلَمِي هَذَا قَلَمُكَ هَذَا قَلَمُهُ هَذَا قَلَمُهُ هَذَا قَلَمُهُ كِتَابٌ سَرِيرٌ إِسْمٌ مِنْدِيلٌ إِبْنٌ سَيَّارَةٌ مِفْتَاحٌ مِفْتَاحٌ يَدٌ إِقْرَأَ لِي لَكَ لَهُ لَهُ لَهَا لِي أُخْتٌ لِي أُخْتٌ وَاحِدَةٌ أَلَكَ أَخٌ لَا مَا لِي أَخٌ أُخْتِي لَهَا طِفْلٌ صَغِيرٌ زَمِيلِي لَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ نَقُولُ عِنْدِي كِتَابٌ وَنَقُولُ لِي أَخٌ لَا نَقُولُ عِنْدِي أَخٌ مَعَ خَرَجَ حَامِدٌ مَعَ خَالِدٍ ذَهَبَ الطَّبِيبُ مَعَ الْمُهَنْدِسِ جَلَسَ الْمُدَرِّسُ مَعَ الْمُدِيرِ مَنْ مَعَكَ يَا عَلِيُّ مَعِي زَمِيلِي آمِنَةُ مَعَهَا زَوْجُهَا خَرَجَ أَبِي مِنَ الْبَيْتِ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ خَرَجَ مَعَهُ عَمِّي بَيْتٌ بَيْتُكَ بَيْتُهُ بَيْتُهُ بَيْتُهَا بَيْتِي أَبٌ أَبُوكَ أَبُوهُ أَبُوهُ أَبُوهَا أَبِي 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 أَبُوكَ أَبُوكَ أَبُوهُ أَبُوهُ أَبُوهَا أَخِي أَبِي وَأُمِّي فِي الْبَيْتِ أَبُوكَ يَا حَامِدُ أَبُوهُ 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 ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة محمد خالد حامد عباس محمود حمزة طلحة أسامة معاوية عكرمة اقرأ الأسماء الآتية واضبط أواخرها خالد حمزة عمار أنس معاوية حامد أسامة عكرمة عباس محمد طلحة الكلمات الجديدة الزميل الزوج واحد واحد فتن مع الطفل الكويت كويت اللغة محمد 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 محمد